هل التجنيس في مصلحة الرياضة المحلية؟ أكيد التجنيس إذا كان يعمل إضافة أكيد الكلب يتمنى التجنيس الفكرة أصلا هي حتى أنا بالنسبة لي بالنسبة للمتمرتزقة أنا أشوفها كل ما يمكن يكون جافة وغير صحيحة في معناها بالنسبة للاعبين يعني في النهاية اليوم الكثير من الناس يمكن في أماكن أخرى مختلفة غير الرياضة التي هي واضحة إعلاميا يتجنسون وبالتالي ما تكون الصورة مسلطة عليهم لكن اليوم تشاهد الرياضي لأنه مسلط عليها الصورة فيصبح اليوم عملية تجنيسة وتكون واضحة للجميع لكن الإضافة أكيد لازم نكون متفقين طيب على مستوى الوطن العربي يمكن دول الخليج هي الأكثر أو هي الوحيدة التي تجنس لعبين الرياضيين لماذا؟ في النهاية وجهة نظر في النهاية وجهة نظر أن تبحث عن ماذا تريد أين تريد أن تذهب المسألة حتى نترى المناقضة نحن أخذناها واخذنا الفكرة كاملة لما شاهدنا في أوروبا وشاهدنا التطبيق الذي يصير في أوروبا من ناحية التجنيس وأنه يكون مثال واضح كبير في فرنسا كان من ناحية التجنيس لكن في التجنيس بطريقة مختلفة الهدف في كل مكان بالنسبة لي الفكرة في التجنيس إضافة ونقلة نوعية في آداء اللاعبين ونقلة نوعية حتى في مستوى الفريق أنت عندك وبالتالي أنت تبحث عن إضافة إذا كانت الجنسية هذه بشكل عام هي عملية إضافة بشكل كامل للفريق مع متطلبات تكون هي موجودة حسب الاتحاد الدولي متطلبات أخرى على حسب رغبة الدولة وإمكانياتها أو حتى اللي هي نظرتها وبالتالي أنا بالنسبة لي التجنيس في الرياضة جزء مهم جدا لكن حسب الممكن التوجه اللي يمكنه خاص للدولة بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر